اشتركوا في القناة التحديات على أجندة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يُعقد على هامش القمة العربية وأن يتم وضعه بين يدي المجتمعين من أجل أن تكون الصورة أكثر وضوحاً فأبرز هذه التحديات تجسدت في الملف الاقتصادي والتنموي الذي يواجه اليوم عقبات لا بد من تجاوزها في المرحلة المقبلة لا شك أن الظروف التي تموم بها المنطقة العربية قد ألقت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية فعلى صعيد معدلات النمو تراجعت تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى ما نسبته 2.7% في العام 2016 بسبب تزايد حدد تداعيات العوامل التي أثرت سلباً على اقتصادات هذه الدول في العوامل القليلة الماضية والتي كانت من أهمها طباط النمو العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط والحروب والنزاعات في الإقليم التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي والمعرفي وجذب الاستثمارات الإنتاجية هو السبيل الأنجح لمواجهة الأزمات وفي ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والدولية أصبح من الضرورة أن نتكاتف جميعاً وأن نعمل على استغلال الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية الاجتماع حدد مسارات مستقبلية ورسم خطوطاً عريضة حول كيفية الخروج من دائرة هذه التحديات أهم ما جاء في اجتماعات مدلس اقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية هو متابعة القرارات التي تمت في القمة السابقة القمة 27 في موريتانيا وكذلك التحضير لاجتماع القمة القادمة التي تحصل في البحر الميد في الأردن الشقيق ومتابعة الغضايا المتعلقة بمنطقة التجارة العربية الكبرى بعض القرارات القطاعية المختلفة التي تهم قطاعات مختلفة وكذلك أيضاً موضوع اللاجئين وكيفية التعامل معها بمساعدة الدول التي لديها مجموعة كبيرة من اللاجئين وهذا برنامج تم الحديث عنه في السابقة لكن مهم جداً متابعته من الإضافة إلى قضايا اقتصادية متنوعة وتسمح لنا مثل هذه الاجتماعات أيضاً إلى لقاءات ثنائية مع الدول المختلفة أشقانهم من الاستعاون والدول العربية الأخرى ونلتقي معهم ونتباحث معهم في كثير من القضايا التي تخصنا ثنائياً وعلى مستوى التعاون العربي بشكل عام زاوية أخرى ركز عليها الاجتماع وهي الاهتمام بالتنمية البشرية ويعطاء الفرصة للشباب ليكونوا جزءاً من الحل وليس المشكلة أن هؤلاء الشباب هم أمل هذه المنطقة وتوق نجاتها والاستثمار فيهم وإتاحة الفرص أمامهم يمثلان التحدي الأكبر أمامنا ولا أبالغ إن قلت أننا في حاجة إلى نموذج تنموي جديد يكون على مستوى توقعات الشباب وبقدر تطلعات الناس نحتاج إلى منظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار وتفجير ينبيع الإبداع والمغامرة حتى وإن كانت السياسة تفشل أحياناً في تقريب وجهات النظر إلا أن الاقتصاد ينجح دائماً في تقريبها لأن الدول العربية تدرك اليوم ضرورة التكامل الاقتصادي والتنموي من أجل صالح شعوبها الملف الاقتصادي يفرض نفسه مجدداً اليوم في أعمال قمة الأردن هذا الملف الذي واجهه تحديات كبيرة يتطلب جهوداً عربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي سهر عصفور لتلفزيون البحرين المملكة الأردنية الهاشمية البحر الميت